قول الله تعالى ومن الناس من يتأخذ من دون الله أندادا يحبونه من حب الله أندادا شبهون نظراء مثلا يحبونه محبة مساوية أو أفضل من حب الله أو يحب الند ولا حب الله هذا أعظم الشيء نعم ثم ثن بباب الخوف حتى تجمع في سيرك لله بين الخوف والرجاء قال باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهما خافوني كنتم مؤمنين نعم إذا ما يمكن أن نخاف إلا من الله نعم خوف سر عبادة وتعظيم نعم قال باب قول الله تعالى وعلى الله نتوكر ونكنتم مؤمنين بعد أن جاء بباب المحبة وثن بباب الخوف الآن أراد أن أبين لك التوكل ما هو التوكل هو صدق اعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة يريد أحفر القرآن قال المتوكل على الله نختبر صادق أو كان نقول هل أنت صادق؟ يقول صادق واثق أن الله ملسل لك حفظ القرآن قال والله ما أشك طرفت عين موسى عليه الصلاة والسلام قالوا له إن لم يدركوا لم يشك طرفت عين قال كلا إن معي ربي سيهديه نبي صلى الله عليه وسلم قال ما يبالك باثنين الله ثالثه لم يشك عليه الصلاة والسلام الثالثة الأخذ الأسباب الأسباب نبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث يعلم أنه شعر القبائل منصوب لكن أخذ بالأسباب يحفظ يراجع غير هذا بعض الناس هنا وإخبارنا ننتبه طلب علم ما يمكن يكون بهذه الطريقة التي نحن عليها هذه الأيام هذا ما هو طلب علم ترى إلا من رحم الله نائم وديوانيات وشاه وقهوة هذا ما هو طلب علم ترى طلب علم لا ما هو طلب علم ما هكذا طلب السنف صدق وثقة وأخذ بالأسباب هذا التوكل عندنا التوكل ثلاثة أقسام الأول صرف لغير الله الشرك أكبر اعتماد مطلق وتفيض جميع أموره ليهوا اعتقاد أن بيدي جلب المنافع دفع المضاف صرف لغير الله الشرك أكبر الثاني اعتماد على حي مع نوع افتقار اعتمد على حي لكن افتقار يعتمد على السلطان من أي لك المال نفق من ينفق للسلطان قال قطع عنك النفق الأموت الشرط يضيع عن أولادي هذا شركة صفحة أو إذا قال هذا السبب والله سبحانه وتعالى هو الرزاق صحيح صحيح اشتركوا في القناة